اشتركوا في القناة على مستوى القمة والتي انعقدت بمملكة البحرين برئاسة جلالته ايده الله لافتن المجلس لان رئاسة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للقمة كان لها الدور الاكبر في نجاحها وفيما توصلت اليه من نتائج ستسلم باذن الله في الدفع بمسارات التضامن العربي نحو افاق ارحب كما اكد المجلس على اهمية ما جاء في الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من تأكيد على وجوب التوافق على اعتماد خيار السلام كخيار استراتيجي لا غنى عنه لصون المسيرة الانسانية وتأمين وصولها لغادها المشرق وما اعلن عنه جلالته في خطابه الجامع بشأن تقدم مملكة البحرين بمبادرات للإسلام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها مشيدا المجلس بالجهود التي بذلتها جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي عملت بروح الفريق الواحد مما قاد لتميز تنظيم القمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين كما نوه المجلس بتعاون ابناء البحرين مع الجهات المعنية أثناء انعقاد القمة وبجهود كل من ساهم في الاعداد والتنظيم لها وفي هذا الصادد وجه المجلس بتشكيل لجنة وطنية معنية بتنسيق ومتابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين إلى القمة العربية بعد ذلك أعرب المجلس بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص تهنيه لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والإصحاب الجلالة والسمو قادة الدول مجلس التعاون مشيدا بما تحقق طوال الثلاثة واربعين عاما من عمر مسيرة مجلس التعاون من إنجازات على كافة الأصعدة ثم عبر المجلس عن تمنياته للسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بدوم التوفيق والنجاح في خدمة دولة الكويت وشعبها الشقيق تحت قيادة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وذلك بمناسبة تعينه رئيسا لمجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة وتشكيل الحكومة الكويتية كما أعرب المجلس عن خالص تعزيه وصادق ومواساته للجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في الحادث الأليم دعينا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء بعد ذلك قرر المجلس سوميالي الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تطوير أليات عمل الشركات المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بمملكة البحرين مذكرة سعادة وزير التنمية الاجتماعية وسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن مستجدات التعامل مع المتضررين من الحريق الذي وقع بأحد المباني السكنية في منطقة اللوزي مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاث اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير الإعلام حول استضافة مملكة البحرين لعدد من الاجتماعات والفعاليات العلامية العربية والخليجية بعدها أخذ المجلس علمان من خلال التقارير الوزرية بما يلي نتائج المشاركة في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أثربيجان نتائج الزيارات الرسمية التي قام بها سعادة وزير الخارجية لعدد من الدول العربية في إطار التحضير للقمة العربية نتائج مشاركة سعادة وزير الخارجية في عدد من الاجتماعات الوزرية التي عقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة نتائج المشاركة في المؤتمر السنوي الـ 21 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتائج المشاركة في مؤتمر القمة الإسلامي تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة نتائج زيارة رئيس القضاء في جمهورية سنغافورة ولفت المرافق إلى مملكة البحرين نتائج المشاركة في الاجتماع الثاني والعشرين للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهود وزارة العلام في تقطية مسارات تعامل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية مع الحالة الجوية التي تأثرت بها مملكة البحرين نتائج المشاركة في الاجتماع السابع وثلاثين لوزراء الشباب ورياضة بدول مجلس التعاون